ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الموسيقية أدت رقصات من الترات المصري ووجدت البعتة البركانية في استقبالها أيضا عددا من الناشئين بنادي الزمالك وهم يحملون الأعلام مصر والمغرب في مطار القاهرة الدولي متراصين في باب المطار حاملين الورود وكان مرتدى منصور رئيس فريق الزمالك من بين المستقبلين لبعتة بركان رفقة عدد من مسؤول الفريق المصري الذين شددوا على أنهم حارسون على حسن الضياف والكرم نظير ما لقوه في بركان ومن المقرر أن تقيم بعتة الفريق المغرب اليوم الأول بأحد فنادق مصري الجديدة على أن تخوض ميرانا مساء اليوم في القاهرة قبل أن تتوجه غدا للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة وكان أعضاء المكتب المسير لفريق نهضة بركان في استقبال بعتة الزمالك المصري حين نزلت بمطار وجد أنجاد ووجد الزمالكيون أمامهم عروضا فولكلورية ترحيبا بهم رغم وصولهم في الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية